هقف شوية بسيطة جدا على الفكرة بتاعت انه لو كانت ضربة الجزاية بتاعت اطهر الطاهر لعب الهلال السوداني سجلت في ساند اونز في دور المجموعات كان سعد الهلال وخرج النادي الالي من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات هو احنا يا جماعة هاي دي فيه اعزار هاي دي كورة يا جماعة كورة الحظ بيخدمك ساعات وبيقف قدامك ساعات ولما الحظ بيساعدك انت مفوت تكمل وتنتصر ولو الحظ واقف معاك توقف على رجلك تاني وتنتصر باي دي كورة يعني مش حكاية ومش قفة لطيف اصلا مش قفة لزيز يعني بنقفش عنده كتير عشان النادي الاهلي تاريخه العظيم تاريخه العظيم تاريخه الكبير تاريخه اللي مش طبيعي ده تمام ما عملهوش عشان عشان ضربة الجزاية ضايع اطهر الطاهر قدام ساند اونز لا النادي الاهلي تاريخه زي ما بيقوله كده ايه بدراعه تاريخه العظيم بدراعه انجازاته العظيمة بدراعه بدراعه اقدام لعبيه واستقرار ادارته واجهزته الفنية المميزة صح والغلط اه يقف معاك التوفيق مرة يقف ضدك التوفيق مرة في كل الاحوال لو انت مش شخص ناجح عمرك ما يبقى عندك كل هزي الاستمرارية اتكلمك فيه مية وستاشر سنة الاهلي ناجحات لا تنتهي مية وستاشر سنة كان فيها عطهر الطاهر مكين مية وستاشر سنة ما كانش فيها عطهر الطاهر يعني ترجمة نانسي قنقر